قدم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان واجب العزاء إلى معالي عبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد وإخوانه في وفاة المغفور لها بإذن الله والدهتهم وذلك خلال زيارته خيمة العزاء في مدينة الديد في إمارة الشارقة وأعرب سمو ولي عهد عجمان عن صادق العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة داعين الله عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يعلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان